موسيقى الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يقسم لي أحد وإخوان الأطباء في القاهرة يقول والله يا شيخ محمد من أعجب ما رأيت دخل علينا رجل من أهل القرآن ليجري الجراح يقول الرجل تجاوز الستين عاما لحيته بيضاء وجهه منير مشرق يقول فلما لبس ملابس الجراحة بكى فقال له الطبيب ليش تبكي ما شاء الله أنت من أهل القرآن وجهه منير وأنت إمامنا قال يا ابني والله أنا ما أبكي خوفا من الموت ولا خوفا من الجراحة قال سبحان الله إذن لماذا تبكي قال والله سألت فعرفت أن العملية ربما تستغرق أكثر من أربع ساعات قال نعم ربما من أربعة إلى خمس أو شت ساعات قال الحمد لله قال خيف قال لا 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 عمال بيتبكي ليه قال والله أنا بس ببكي لأني سأحرم اليوم من قراءة الورد اليومي للقرآن النهاردة مش عرف أقرأ القرآن الورد اليومي قال له بتقرأ كم جزء قال بفضل الله أنا بختم كل تلتيام مرة يعني أقرأ كل يوم من عشرة أجزاء أنا الآن أخشى أن يضيع مني هذا الورد اليومي القرآن يقول الطبيب فشعرت بضآلة شديدة لنفسي وحقارة شديدة لنفسي رجل في جراحة يخشى أن يفوته ورده اليومي من القرآن وهو في مرض يقول وأنا صحيح معافة ربما يفوتني أسبوع أو أسبوعان أو شهر لا أقرأ آية واحدة في كتاب الله جل وعلا يقول ثم نظر لي هذا الوالد وقال لي يا ولدي أنا أريد منك طلبا هل تفضل؟ قال أريد أن أصلي ركعتين وإذا وضعتموني على المكان الذي ستجرون لي فيه الجراحة أرجو أن تتركوني ساعة كاملة لأبدأ في قراءة الورد اليومي للقرآن فإذا ما مضت ساعة فليتقدم الطبيب الذي سيضع لي البنك وابدأ بعدها في إجراء الجراحة وأسأل الله لك التوفيق قال حلص شاء الله لك ذلك يقول فنام على المندبة في غرفة الجراحة وبدأ يقرأ من حفظه فمن أهل القرآن بدأ يقرأ بفضل الله تبارك وتعالى وبعد انتهاء الساعة تقدم الطبيب وعطوه المخدر أو البنك ثم راح في غيبوبة واقترب الطبيب ليجري له الجراحة مع إخوانه يقسم لي بالله يقول والله يا شيخ محمد ما كف هذا الرجل عن القراءة بصوت مرتفع طوال مدة الجراحة القلب منشغل بالقرآن كل لسان دم غرفة للقلب اللسان لا تحرك إلا بأمر من القلب والعين لا تنظر إلا بأمر من القلب والجوارح كلها حشم وخدم وجند لهذا الملك قال أبو هريرة القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا وأجمل من قول أبي هريرة قول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لعل القلب يجل الهم فإن الهم أقناه لعل الله يقضيني بشيء من عطاياه ويسبب مد منته علي وفيضا عمان فإن